وقوفاً على أهم ملفات البلاد التي توضع في سلم أولويات الحكومة المركزية يعيد رئيس الوزراء الحديث عن الالتزام حكومته بتطبيق وعود المنهاج الوزري في أوراق السياسة والأمن والاقتصاد وفي معادلة إنصاف الحقوق كان حديث السوداني بلسان الحكومة مؤكداً الالتزام باستكمال التحقيقات بشأن أحداث التشرين عام 2019 وإعلانها أمام الرأي العام قبل نهاية العام الجاري وفي لقاء جمعه بإعلاميين من مختلف القنوات الفضائية العراقية والتي كان لقناة التغيير الفضائية مشاركة فيه كشف السوداني عن وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد من خلال ترسيخ مبدأ استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين عنوان عريض تحدث به السوداني تحت مفردة المكافحة وهو انتشار المخدرات والذي قال إنه التهديد الأول الذي يواجه البلاد خياران أمام الحكومة لمواجهة الآفة الخطرة على المجتمع الأول تأسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات والثاني استحدث وكالة خاصة لمكافحة المخدرات وفي تساؤلات قدمها إعلاميون خلال اللقاء كان لكاركوكا حضورها من حيث الملف المرتبط سياسيا ببنود اتفاق تشكيل الحكومة السوداني أكد أن المحافظة ستشهد انتخابات قومية لأول مرة فيها منذ عام 2005 في خارطة حقوق المواطنين كذلك كان للسوداني رد على تساؤل قناة التغيير حول ملف إراضي الجدرية مؤكدا أن الحكومة لن تحمي أي جهة أو طرف ثبت تورطه بالقضية معلنا أنها أصدرت أوامر قبض بحق متورطين بعملية أراضي مسروقة لقاء دعا من خلاله نشطون الحكومة بتحقيق تلك الوعود والتي تعهدت بها حكومة السوداني منذ إعلان المنهاج الوزاري ترجمة نانسي قنقر